بسم الله الرحمن الرحيم اتحاد مجموعتين يعني اتحاد مجموعتين هي المجموعة التي تحتوي جميع العناصر الموجودة في سين او في صاد او كلتي هم يعني اللي عندي مجموعتين سين وساط ومثلا اول حاجة همثلهم بشكل فين شكل فين بيتمثل ازاي سواء بقى تقاطع اتحاد فرق زي ما هناخد بعد كده او اي حاجة تانية على طول اول ما يقول لي شكل فين برسم دايرتين بالشكل اللي قدامي ده متدخلتين مع بعض وفي منطقة مشتركة ما بينهم في النص دي بتاعت التقاطع طب دي التقاطع اما الاتحاد الاتحاد هما الدايرتين كلهم هما كل العناصر الموجودة في السين او في الصاد ناخد مثال عشان نفهم مديني لسين هي المجموعة اللي فيها عنصرين اربعة وخمسة صاد المجموعة اللي فيها العنصرين خمسة وتلاتة وبيقول لي اوجد سين اتحاد صاد العلامة اللي قدامي دي هي علامة الاتحاد طيب قبل السؤال ما لنجعه هو طالب اتحاد ولا طالب تقاطع همثل الشكل ده على شكل فين يبقى على طول دايرتين متدخلتين بالشكل اللي قدامي ده المنطقة اللي في النص ما بينهم دي منطقة العناصر المشتركة او التقاطع العناصر المشتركة ما بين السين والصاد اللي تكرر هلاقي الخمسة تكررت في الاتنين يبقى هشتوب الخمسة او هعمل عليها دايرة اي طريقة هنعمل دايرة وناخد الخمسة نحطها فين في المنطقة اللي في النص طيب اتبقى ايه من السين ما خدناهوش اتبقى الاربع خدنا الخمسة اتبقى الاربع هكتب الاربع فاقصى اليمين في السين بعيدا عن المنطقة اللي في النص اللي هي المشتركة اللي اتبقى من الساد التلاتة خدنا الخمسة اتبقى التلاتة هحط التلاتة في الشمال بعيد عن المنطقة الايه المشتركة اللي في النص طيب لو كان طلب مني التقاطع كنت هاجيب المنطقة اللي في النص اللي هي فيها الخمسة يبقى كنت هكتب ما بين كوسين خمسة دلوقتي هو طالب الاتحاد يعني ايه يعني طالب كله كل اللي انا شايفاه في السين وفي الصاد عندي في السين وفي الصاد في الرسم يعني تلات عناصر تلاتة واربعة وخمسة يبقى اكتب المجموعة اللي فيها تلاتة واربعة وخمسة مسألة تانية مديني السين والصاد والعين تلات مجموعات وبيقول لي وجد الاتحاد ما بين التلات مجموعات. اولا نمسلهم ازاي على شكل سيبنا من هو طالب اتحاد ولا قاطع ولا طالب ايه? على طول هرسم تلات دواير بالشكل اللي قدامي ده. المنطقة اللي في النص اللي باللون لا زرق ده دلوقتي. هي التقاطع او هي المنطقة المشتركة ما بين التلات مجموعات. طيب بعد كده المنطقة اللي فوق اللي باللازرق دلوقتي. دي المنطقة المشتركة ما بين السين وما بين الصاد. طيب ما بين الصاد والعين هي المنطقة دلوقتي اللي متحددها باللون اللازرق. يعني دي العناصر المشتركة ما بين الصاد والعين. طب العناصر المشتركة ما بين السين والعين. المنطقة المشتركة ما بينهم هي اللي باللون اللازرق دي. انا عندي اربع مناطب. مشتركة ما بين التلات دواير او التلات مجموعات. اول حاجة بجيب المنطقة في النصف. المشتركة ما بين التلات مجمعات هلاقي البيه اتكررت في التلات مجمعات يبقى حط البيه في النص بعدين بدور على المشترك ما بين السين والصاد هلاقي الدال اتكررت ما بين السين والصاد هو عنص المشترك يبقى اكتبه فوق في المنطقة اللي فوق ما بين الساد والعين هلاقي السين اتكررت هكتب السين في المنطقة اللي في النص ما بين الصاد والعين بالشكل اللي قدامي ده. طيب ما بين السين والعين. ما فيش اي عنصر مشترك. بعد ما اخدت البيه والدال من هنا والسين والبيه اللي مشترك. ما فيش والعنصر. هنا الف وهنا جيم وهنا عين وهنا لام. ما فيش. يبقى هنسيبها فاضية. طيب ايه اللي تبقى بقى من السين? بعد ما اخدنا البيه والدالد بقى الف وجيم. هكتبه فوق في المنطقة الفاضية في السين بعيد عن الاربع مناطق المشتركة. طيب ايه اللي تبقى من الصاد? ما خدناهوش البوائي بقى. خدنا في الصاد البه والسين والدال. اتبقى الصاد. هكتبها فين? هكتبها اكسل يسار في منطقة بعيدة خالص عن الاربع مناطق المشتركة. يتبقى اللي تبقى من العين. خدنا السين والبه من العين. اتبقى عين وتبقى لام. بحطهم فين? تحت? تحت في العين بعيد خالص عن اللي اربع مناطق المشتركة اللي فوق. طيب. لو طلب مني التقاطع ما بين التلات دوائر او ما بين التلات مجموعات هكتب البيه. طبعا ما بين كوسين. طب هو طلب الاتحاد. هكتب كل اللي انا شايفه. الف وجيم ودال وبه وصاد وسين وعين ولام. كل العناصر دي طبعا ما بين كوسين بتوع المجموعة. هو ده الاتحاد ما بين التلات مجموعات. سؤال تاني. سين والصاد والعين بديهم لي وطالب سين اتحاد صاد. وهنا مش طالب تمثيل على شكل يعني هنجيبهم كده من غير ما ايه ما يبقى قدامنا شكل زي نجيبهم من المجموعات نفسها. سين اتحاد صاد. نبص عسين ونبص عالصاد. هجيب كل العناصر اللي ما بينهم. بس مش هكتب المتكرر. طب اولا نكتب السين واحد واتنين وستة وسبعة. وهنسيب مش هكتب ايه مش هقفل الكوس يعني. هسيبه فاطي. نكمل. نكتب الاتنين نكتب الصاد بقى. الاتنين كتبناها قبل كده. السبعة كتبناها قبل كده. يبقى زود ايه تلاتة. وبعد كين اقفل الكوس. يبقى انا كتبت السين كاملة. وبعدين هكتب الصاد. اللي متكرر مش هكتبه. يعني ولا هكتب الاتنين ولا السبعة. طيب. تاني حاجة بيقول السين اتحاد عين. اول حاجة نكتب السين. اول مجموعة. واحد واتنين وستة وسبعة. طيب بعدها هنكتب عين ما احنا سين اتحاد عين يعني سين زائد عين. هنزود عليها العين. فين العين? تلاتة. ما كتبناش قبل كده. يبقى نكتب نزود تلاتة. الاربعة ما كتبناش قبل كده. نزود اربعة. السبعة كتبناها قبل كده. يبقى ما نكتبهاش. والتمانية. ويبقى كده بعد كده نقفل الكوس يبقى بنكتب اول مجموعة وبنزود عليها المجموعة التانية والمتكرر ما بنكتبهوش صاد اتحاد عين اول حاجة نكتب الصاد اتنين وسبعة وتلاتة وما نقفلش الكوس بعدين هنزود عليها العين العين اللي هي تلاتة اربعة سبعة تمانية اولا تلاتة كتبنا التلاتة مش نكتبها تاني اربعة ما كتبناهاش نكتبها سبعة كتبناها قبل كده يبقى ما نكتبهاش تمانية لسه ما كتبناش يبقى نكتبها ونقفل الكوس يبقى كل اللي بعمله انه بكتب المجموعتين زي ما هما وبشيل المشترك ما بقى ما بكتبهش عندي طيب المشترك بقى ما بين السين والصاد والعين طبعا مش هيتكتب يبقى هكتب ايه السين والصاد والعين كله مع بعض مع عدل حاجات المشتركة اولا نكتب السين واحد واتنين وستة وسبعة هنزود عليها الصاد هنزود يعني ايه اتنين وسبعة وتلاتة الاتنين كتبناها قبل كده سبعة كتبناها قبل كده التلاتة لسه ما كتبناش نزود طيب نزود بقى العين تلاتة واربعة وسبعة وتمانية تلاتة كتبناها قبل كده الاربعة لسه السبعة كتبناها مشان نكتبها التمانية لسه نكتبها ونقفل الكوس يبقى كده كتبت كل العناصر الموجودة من غير ما امثل على شكل بين كتبتك كل العناصر من غير مكتب العناصر المتكررة. اوجد واحد واتنين اتحاد خمسة وسبعة. اول حاجة بكتب المجموعة الاولينية وهو اتحاد يعني كأنه زائد. يعني العنصرين اللي هنا زائد العنصرين اللي هنا. العنصرين اللي في المجموعة الاولى واحد واتنين. والفي المجموعة التانية خمسة وسبعة. فيهم حاجة متكررة? عشان ما اخدقاش مرتين? لا. يبقى هزود خمسة وسبعة وما فيش متكررة عندي الحمد لله. يبقى واحد واتنين وخمسة وسبعة طبعا ما بين كوصين. لان الاتحاد مجموعة زي ما التقاطع كان مجموعة. طيب اتنين وستة اتحاد ستة وعشرين. يبقى اول حاجة بكتب المجموعة الاولية كاملة زي ما هي اتنين وستة. بس بسيب الكوص فاضي لان لسه هزود المجموعة التانية. المجموعة التانية فشر ستة وعشرين. ستة عشرين كتاب تقبل كده ما كتبتهاش. يبقى نكتبها. يبقى الاتحاد هو الاتنين والستة والستة وعشرين. العنصرين اللي هنا زائد العنصر اللي هنا. يبقى كده عندي تلات عناصر. وما فيش عندي عناصر متكررة. فاي اتحاد المجموعة واحد وخمسة. فاي يعني الهوة. يعني ما فيش اساسا عناصر فيها. يبقى الله طول هكتب المجموعة واحد وخمسة. الاتحاد ما بين فاي وبين اي مجموعة بالمجموعة التانية. لان الفاي عنص يعني ما فيش ولا عنصر عندي. مجموعة خاليا. واحد اتحاد واحد واتنين وتلاتة. يديني واحد واتنين وتلاتة. الواحد متكررة فمش اكررها في المجموعتين مش اكررها في الاتحاد يعني. فعلى طول بالمجموعة اللي فيها واحد واتنين وتلاتة ما كررتش الواحد لان هو موجود في المجموعتين طيب ايه وجد قيمة صين المجموعة الاولى اتنين واربعة اتحاد المجموعة التانية اللي فيها صين وواحد واربعة الاتحاد ده بتساوي المجموعة اتنين وواحد واربعة يعني اتحاد المجموعتين اللي فوق اللي باللون الاحمر بيتساوي المجموعة اللي باللون اللي ازرق دي طيب اولا نبص على العناصر المشتركة في الاتحاد هنا اربعة وهنا اربعة وتوجدت الاربعة كمان في الاتحاد طيب نبص على ايه المجموعة التانية اللي فيها السين في واحد وفيه في الاتحاد واحد يتبقى ايه يتبقى الا اتنين يبقى السين باتنين الصين بالاتنين اللي قص shin ه毫ن او اللي يحب يجيب الاتحاد ويشوفه يقرنوا ما بينه بين المجموعة التانية ويده يبقى السين هي الايه اللي باقي من الاتحاد مسألة تانية برضو ايه كنت قييمة السين السين والستة والتلاتة. المجموعة دي جزئية من الاتحاد اللي باللون الاحمر ده. ما بين المجموعتين. التلاتة والاربعة والتلاتة والستة والسبعة. طي. المسألة دي هنجيب الاتحاد الاول. اللي باللون الاحمر المجموعتين. اللي باللون الاحمر متحدتين يدوني ايه? السين وال المجموعة الاولية جزء منها. نجيب الاتحاد الاول. يبقى التلاتة والاربعة والتلاتة والستة والسبعة. يبقى التلاتات كاريز يبقى التلاتة والاربعة والستة وسبعة. الاتحاد ما بين المجموعتين اللي بالاحمر دول يدوني تلاتة واربعة وستة وسبعة. طيب السين والستة وتلاتة جزء من المجموعة اللي احنا جبناها لهي تلاتة واربعة وستة وسبعة. هنكتبها السين وستة وتلاتة جزء من تلاتة واربعة وستة وسبعة. نشيل المتكرر. التلاتة والستة تكرروا. هنشيلهم. تبقى السين يا اما باربعة يا اما بسبعة. لها احتمالين. ما المجموعة اللي فيها سين وستة وتلاتة جزء من المجموعة اللي فيها ايه? التلاتة والاربعة والستة والسبعة. هنشتب على العناصر المتكررة هنا وهنا. هنا ستة وهنا تلاتة وهنا ستة وهنا تلاتة. يتبقى من هنا سين ويتبقى من هنا اربعة وسبعة. يبقى في احتمالين للسين. يا اما السينة تبقى بتساوي اربعة يا اما السينة تساوي سبعة.